وصفت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها أصبحت التهديد الأخطر في الفضاء محذرة من اندلاع حرب فضائية معها واتهم تقرير للوكالة الصين بنشر أقمار استناعية تجسسية لمكافحة النشاط العلمي والأمن الأمريكي وقال تقرير أن الجيش الصيني يطور تقنيات تجسس تسادف شبكات معلومات القطاعات المالية والأمنية الأمريكية والأوروبية وتحدث التقرير كذلك عن تنصط الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على نحو 250 قمرا استناعيا أمريكيا